بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاته السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيعي حائر يسأل المرجع السيد علي الميلاني 12 سؤالا حول الدليل القاطع على وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري والمرشع الميلاني يهرب من الجواب يشكل الإمان بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الحجر الأساس في العقيدة الاثنى عشرية إذ لو توقف الشيعة عند وفاة الإمام الحسن العسكري ولم يقول بعده بأي إمام لانقطعت سلسلة الإمامة وتبين أن هذه النظرية ليست حقيقية وليست واقعية وليست مدعومة بأدلة كافية لأنها انقطعت وانقطع السلسلة دليل على ضعف النظرية أو أنها نظرية بشرية مختلقة من بعض الناس كما أن الإيمان طبعا الإيمان بالاثنى عشرية أدى إلى ولادة الفرقة الاثنى عشرية قبل ذلك كانت الشيعة عموما لا يؤمنون بحصر الإمامة بأشخاص معينين وإنما يتبعون أي إمام من أهل البيت والإمامية الذين قالوا بالإمامة من الله بتعيين من الله بالنص أو الأصمة وما إلى ذلك انقسموا إلى عدة فرق منهم الإسماعيلية مثلا أو الواقفية أو الفطحية وكانوا يقولون بأن الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة ثم عندما توقفت عند وفاة الإمام الحسن العسكري وهو لم يعلم عن وجود ولد الله بل أوصى بأمواله وجواريه إلى أمه حديث اسمها حديث فبعد ذلك قال فريق من هؤلاء الشيعة هذا القسم من الشيعة بوجود هذا الإمام وولادته سرا ثم تكونت العقيدة الإثنى عشرية جاءوا بأحاديث من كتب السنة وركبوها على الشيعة فصارت فرقة الإثنى عشرية وإلى الآن مستمرة كما تعرفون الفرقة الإثنى عشرية ومن آثار هذه الفرقة ولادت النظرية المرجعية المرجعية الدينية التي قامت على أساس النيابة العامة عن الإمام المهدي بعد فترة الغيبة صغرى ما يسمي بالغيبة صغرى والنيابة الخاصة قال هؤلاء بالنيابة العامة كل فقيه إذا أصبح مشتهد فهو نائب الإمام يعني يفترضون هكذا افتراضا أنه هذا نائب الإمام وله قدسية وله شرائية دينية باعتباره بمثابة نائب الإمام وبالتالي كلامه مقدس والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وبالتالي الآن نحن في يعني نحاول أن نقيم أنظمة دستورية ديمقراطية شرائية للحكام تنبع من الشعب من خلال سناديق الاقتراع ولكن أصحاب نظرية المرجعية التي تطوروها أيضا إلى نظرية ولاية الفقه يقولون لا الشرعية من الإمام المهدي تأتي وليس من سناديق الاقتراع ولذلك الآن نحن نعيش حتى في المجتمعات الشيعية في إيران أو في العراق أو في أي مكان آخر صداما بين خطين بين شرعية الانتخابات وشرعية الديمقراطية والشورى وبين شرعية العلماء والمراجع فكل عالم هو يضفي على نفسه شرعية باعتباره هو نائب الإمام أو متصل بنواب الإمام كلها فرضيات طبعا فرضية على فرضية على فرضية يعني هي نظرية الإمامة فرضية لا تملك أدلة كافية يعني ووجود الإمام الثاني عشر فرضية والنيابة العامة فرضية فإذا فرضية على فرضية على فرضية وكلها فرضيات وهمية لا علاقة لها بالدين ولا تستند لأي دليل الآن نحن أمام كيان ألمائي وديني في مقابل الدولة المدنية نريد أن نقيم دولة مدنية ديمقراطية تجمع الجميع جميع السكان جميع المواطنين ولكن هناك خط يحاول أن يكرس هذا الوجود ويقول أن شرعية الحكومة حتى تنبع من عند المرجع إذا المرجع وافق على الحكومة تصبح شرعية وافق على رئيس الوزراء يصبح رئيس الوزراء شرعي رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان أو الرئيس رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مثلا مباشرة لا شرعية له إلا بعد أن يوقع عليه المرجع فيمنحه الشرعية هذه أزمة حقيقة أزمة تاريخية حضارية تعيق التطور الديمقراطي في بلادنا وبالتالي تعيق تطبيق العدالة حتى أقدت هذه النظرية أو الحجر الأساس فيها سواء في التكوين الطائفي للفرقة الأثنية عشرية أو في التكوين المرجعي الذي يستمد شرعيته من وجود الإمام الثاني عشر كل هذا الكلام يستند إلى موضوع واحد وهو ولادة ووجود الإمام الثاني عشر واستمراره على قيد الحياة إلى الآن صار عمره 1200 سنة تقريبا أكبر واحد معمر في وجه الأرض الآن 1200 سنة هذا الإمام موجود وسوف يعيش آلاف أو مئات أو ملايين السنين الله أعلم إلى أن يظهر هذه العقيدة الاثنى عشرية وبالتالي هو موجود حاليا فبحث هذه النقطة بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر إذا احنا توصلنا إلى أنه فعلا فرضية وليس حقيقة تاريخية يعني هالمرجعية القائمة كلها ما عنده شرعية دينية ما تصبح مقدسة علماء مثل علماء أهل السنة كيف الإنسان في أي مكان مثل الطبيب مثل المهندس مثل المحامي مثل أي شيء نحن نرجع إلى العلماء ونسألهم عن الأدلة نستفتيهم مع معرفة الدليل هذا لا بأس في شيء عقلائي يعني ولكن لا نجعلهم مقدسين كالأنبياء النبي كلامه وحي منذ من الله فهل كلام العالم أيضا أو المرجع كلامه وحي من الله وهو يعني مفروض علينا من الله ويجب أن نطيع كما نطيع النبي مثلا أم لا هو إنسان عادي عنده علم نفترض أن نعلم وكثير من الناس يدعون العلم والله أعلم بعلمهم إذا افترضنا أنه عالم يجب أن يبين لنا علمه وعندما نسأله سؤال يجيبنا بدليل لا يقول هذا رأيه خلص عليكم أن تسمعوا هذا الكلام هذا في استقلاء في تكبر على الناس في تجهيل للناس في استغباء للناس واستحمار لهم أنه أنا مكلف من قبل الله أنا مقامي مقام ديني المرجعية ما تسمى المرجعية الدينية بين قوسين هي حقيقتها ليست دينية ليست شرعية ليس لها أي شرعية من الله إنما هو عالم قد يتعرض هذا العالم إلى الهوى قد يكون منافق قد يحب الدنيا وانظروا إلى الصراع الموجود بين المراجع واحد يظل الآخر واحد يفسق الآخر واحد يسبل الآخر هذا ظل وهذا مظل وهذا كذا لماذا؟ لأنه في هواء في الوسط وفي صراعات ونعرف بعض العلماء والمراجع كيف ألقوا بعضهم ببعض في السجون أو أقامة جبرية أو قتلوهم أو سقطوهم أو أهانوهم فإذن هم ليسوا معصومين وليسوا ملاعكة وليسوا من الله وعلينا أن نبحث هذه النقطة في كتابي تطور الفكر السياسي الشيائي الذي ابتدأت البحث فيه من نظرية ولاية الفقه كنت أبحث في حدود في حدود صلاحيات الولي الفقه هل هي صلاحية مطلقة كصلاحية النبي والإمام المعصوم كما قال الإمام الخميني في خطاب له سنة 1988 أم لا صلاحيات تتحدث حسب الدستور حسب ما يعطيه شعب تلك الصلاحيات وبحدودها وما يصير المرجع ينام بالليل ويشوف ما نام والصبح يجي يقول أنا ألغيت كل الاتفاقيات العقدها كما قال الإمام الخميني أنه لو المرجع عقد يعني الفقيه هو يقول لو عقد اتفاقية شرعية مع الأمة فله الحق أن نلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو لمصلحة البلاد هو عقد اتفاقية ثم هو رأى بعد ذلك أن هذا اتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد هذا يقدر يلغي الاتفاقية من طرف واحد وهذا ما لم يعطيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه عندما عقد اتفاقية صلحة حديبية مع المشركين وكان فيها مخالفة لبعض مبادئ الإسلام مثلا مواحد مسلم مشرك صار مسلم يجي للنبي النبي يكتف ويسلم إلى المشركين هذا كله صعب كان ولكن النبي اضطر إلى فعل ذلك فوقع اتفاقية أنا نعم وإذا واحد مسلم ارتد ورجع على الكفار انتوا لا ترجعوا اخذوا أولكم ولكن إذا وجد واحد مسلم من قريش وكان كافر وأسلم واجه إلى صفوف النبي النبي رجع شوفوا النبي التزم بهذه الاتفاقية فكيف يأتي مرجع ويقول أنا عندي صلاحيات أنه إذا عقدت اتفاقية شرائية ينص على ذلك اتفاقية شرائية مع الأمة ثم تبين له بعد ذلك أنها اتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد حسب تقديره هو شخصي ما يعرض للتداول للنقاش مثلا التعديل للتبديل لا خلص يلغيها من طرف واحد وأبرز مثلا على ذلك الدستور الدستور الذي وقع عليه المراجع هذا الدستور محترم من قبل المراجع أو لا المرجع يقول وقعوا على الدستور روحوا صوتوا ولكن إذا في ساعة معينة يلغي الدستور هذا ويتجاوز هنا نحن أمام مشكلة سياسية حقيقة وأمام مشكلة طائفية الكيانة الطائفة الموجود لو شننا الإمام الثاني عشر اطير نظرية الإمام الإلهية وبالتالي يصبحون مسلمين كلهم مسلمين فقط ما في شي يحصل بعد كل نحب الأئمة كل مسلمين يحبون الأئمة للبيت بس منصوص عليه من الله وذولة كذا وكذا لا ولا ما عن أبرار هم مثل حال ومثل غيرهم يمكن هم أفضل من غيرهم ولكن ما عندهم صفة نبوية امتداد لخط النبوة والآن البعض يقول أن المرجعية أيضا هي امتداد لخط الإمام وخط النبوة هذا كلام فيه علو كبير وكثير فكيف نحل هذا الموضوع أنا بدأت في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي بحثت موضوع ولاية الفقه وحدود نظرية ولاية الفقه ثم قادل البحث بصدفة ومن دوم يعني أقصد إلى بحث وجود الإمام الثاني عشر اللي المراجع النواب الخاصين والنواب العامين يدعون النيابة العامة عنه فاكتشفت أنه فراضية فلسفية أكثر ما هو حقيقة تاريخية يعني لم يولد شخص اسمه محمد بن حسن العسكري والإمام العسكري ما يعرف هذا الولد وتوفي وهو لم يشر إليه ولم يعرفه ولم يسمع به إنما أجوا الناس بعدين وألصقوا هذا الولد بالإمام العسكري وقالوا هذا بسر ولد ومحد ما شافه إلا اثنين ثلاثة عقيدة دينية تقوم على اثنين ثلاثة شافيها مثلا ما يصير أخبار أحدها يسموها الدين ما يقوم على أخبار الأحد إما على آيات قرآنية أو أحاديث متواترة صريحة قوية أو أدلة عقلية قاطعة فهذا الشيء ما موجود كتابي كما تعرفون انتشر وكذا والناس وجاعت ردود عليه كثيرة ردود كثيرة بالعشرات ربما بالمئات الآن وصلت الكتب التي طبيعت فقط مكتب السيدة السستاني يطاب 375 كتاب فيه إثبات وجود الإمام الثاني عشر والتفاصيل اللي ما حيطى بيه 375 يروحوا شوفوا الموقع وشوفوا بالموقع حاطين اسماء الكتب والمؤلفين كلهم طبعا الشيخ عبد الحليم الغزي يقول كل هاي الكتب لا تثمن ولا تغني من جوع لأنها ما تدور على قضايا فرضية وما تثبت شيء فيه أحد الشباب المؤمنين قرأ كتابي أو سمع به لا أدري وقرأ الكتب المضادة اللي قرأ بعضها واسمه محمد علي محمد وهذه الرسالة موجودة في موقع السيد علي الميلاني وانقلتها من هناك وجواب السيد أيضا موجود هناك كتب رسالة إلى السيد السيد علي السستاني السيد عفوا السيد علي الميلاني يقول عندي اطناعي السؤال عن الدليل القطعي على وجود الإمام المهدي أريد دليل قطعي مو كلام ظني وتأويلي وكذا وكذا فوجه هاي الرسالة وانظر خلنا استمع لهاي الرسالة واستمعوا إلى الجواب يقول سماحة السيد الميلاني لقد قرأت بعض ما كتب في الرد على أحمد الكاتب من مثل ما كتبه عالم سبيط النيلي مسكين سواء هذا الكتاب من يعني أبسط الكتب التي كتبت في الرد عليه والسيد نذير الحسني اللي قدم له السيد كمال الحيدري في كتاب خمسمين صفحة تقريبا وغيرهما قالي كتب عديدة يعني وغيرهما وهو كلام مطول ينطوي في معظمه الكتب اللي كاتبين يعني على تكذيب ادعاءات الكاتب ولكنني لم أتمكن من استنباط الأجوبة المطلوبة للأسئلة الآتية لكزرة الأبحاث المطروحة فلو تكرمت بالإجابة المباشرة على الأسئلة الآتية وإن أخذت من وقتكم الثمين ولكم جزيل الشكر واحد إذا كانت العقائد الإمامية لا تقوم إلا بأدلة قطعية واضحة لا يجوز فيها التقليد هذا مبدأ معروف الأموم الشيعة فما الدليل للقطع الواضح الذي يعتمده الشيعي العام اليوم للإمام بوجود المهدي المنتظر دليل قطعي مو ظني الثين إذا كانت الشيعة في القرن الرابع الهجري كما يقول الشيخ ابن أبي زينب النعماني في مقدمة كتابه الغيبة يبدو هذا رجل مثقف يعني وقاري كتب عديدة يقول قد تفرقت كلمتها الشيعة تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها في القرن الرابع الهجري واستهانت بفرائض الله عز وجل وحنت إلى محارم الله تعالى وشكوا جميعا الشيعة في القرن الرابع شكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم هذا نص عبارة الشيخ النعماني في القرن الرابع الهجري الأخ يسأل يقول وذلك بعد أكثر من مئة سنة على وفاة الحسن العسكري وانتهاء الغيبة الصغرى فكيف يحصل للشيعة اليوم اليقين بوجوده بعد هذه القرون يعني إذا الشيعة اللي كانوا في القرن الرابع ما شكوا ما حصل لديهم يقين وما عرفوا فكيف بعد ألف سنة من لديهم رح يحصل لدينا اليقين والقطع ثلاثة يقول الشيعة إن الإمامين الهادي والعسكري قد هيئوا الشيعة ومهدوا لغيبة المهدي المنتظر من خلال احتجاب الإمامين بعض الفترات عن شيعتهم وإرجاعهم إلى العلماء من أصحابهم وتعينهم السفراء في عهد الغيبة الصغرى ليعتاد الشيعة على الغيبة كما يقولون فلماذا إذن افترك الشيعة بعد هذا التمهيد من الإمامين ولماذا لم تحدث أي فرقة من الفرق أو لم تتحدث أي فرقة من الفرق عن هذا التمهيد ولماذا ظل الشيعة في حيرة وسمي ذلك العصر عندهم بعصر الحيرة ولماذا امتدت هذه الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري أي إلى أكثر من مائتي سنة على وفاة الحسن العسكري والصحيح هو لا مائة وليس لا مائتين القرن الرابع هو يقول مائتين ولكن أعتقد في غلط هنا أربعة يقول المؤرخون الشيعة افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أكثر من أربع عشرة فرقة وذكروا أقوال كل فرقة ولكننا لم نجد في أي من هذه الأقوال أي ذكر لعقيدة الأثنى عشر إماما أو النص على الأئمة بأسمائهم فلماذا لم تحتج الإمامية آنذاك بأحاديث الاثنى عشر إماما وأحاديث النص على الأئمة بأسمائهم هذا الأحاديث اللي جعلت فيما بعد ولماذا لم تذكره وتناقشه بقية الفرق التي نقل أقوالها المؤرخون الشيعة في كتبهم كالنوبختي والأشعري يقصد الأشعري القمي في كتاب المقالات والفرق والنوبختي في كتاب فرق الشيعة ولماذا هذا التخبط في معرفة الإمام عند هذه الفرق وعلى ما يدل هذا لحا ليش ما ما إلا ذكر موضوع الاثنى عشرية وأسماء الأئمة والقائمة بأسماءهم كل هالفرق الأربوطعش محد ما يعرف شي ولا ناقش ولا رد ولا أخذ ولا أعطى خمسة خمسة لهم من قبل الحسن العسكري في حياته فلماذا لم تقدم الفرقة الإمامية آنذاك دليلا واضحا يثبت وجود الإمام المهدي ويدل على صحة مذهبهم كما فعلت الفرق الرابعة عشرة التي قالت لا ولد للحسن ابن علي أصلا قال أصلا ما عنده ولد لا ما شايفين لأن هم يقولون لأن تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده هذا ينقل النوب ينقل الكلام عن هذه الفرقة ولو جاز أن يقال في مثل الحسن ابن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف أن له ولدا مستورا لجازة مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف كان يمكن كل واحد يموت ما عند أولاد يجي واحد يقول لا يا أبي هذا عند أولاد قلتوا بس ما شفتوهم هذا كلام ممعقول ولجازة مثل ذلك في النبي صلى الله عليه أن يقال خلف ابنا رسول النبي بس انتوا ما شفتوا بسر هذا كلام يعني عجيب غريب إلى آخره انتهى هذا الكلام اللي نقله النوبختي والأشعر القمي عن هذه الفرقة هي تنكر قلتوا انتهى وهذا كلام رصين يحوي الدليلين الألمي والعملي ستة ومع فرط وجود النص على الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم فكيف تسنى لجعفر ابن علي الهادي ادعاء الإمام إذا هو أسماء موجودة وأسماء معروفة فكيف يجي جعفر يقول أني الإمام بعد الحسن العسكري ولماذا قام الشيعة بما فيهم أثمان بن سعيد العمري اللي أصبح نائب الأول بعدين ادعاء هو النياب وعطاها الابن والسلسلة بعدين لماذا قام بتعزية جعفر والتهنيئته بالإمام أول الأمر وهذا مذكور في كتب الشيعة كلها قال لا وهني كنت عزيك بأخوك وانت صرت إمام مكان ولماذا لم يعارضوه بالنص على الأئمة بأسمائهم إذا كان موجود كان يقولوا أنت شلون تدعي الإمام والنص معدنا موجود ومعروف معلقي ببيوتنا محد ما قل لها الكلام هذا وأن الإمام الثاني عشر اسمه محمد لا جعفر محد ما قال له ذلك ولماذا انقلبوا عليه بعد ذلك ولماذا اتهموه بالفسق والكذب للدعاء لإمام وقد هلنقوب بيها في البداية لاحظوا شوحد لو شوي يفكر بهالروايات اللي يقراها شوي مثل هذا الأخ محمد علي يقرأ يفكر أنه كيف الروايات متناقضة وثير عنده أسئلة ويتدفع للتفكير أنه هذا كلام صحيح معقول مقبول ولا كلام كله تأليف في تأليف السؤال السابع إذا كان الحسن العسكري كما يزعم الشيعة يخفي أمره ويعمل بالتقية ومضى مسموما شهيدا لإمامته الشيعة فكيف يسعى جعفر هذا نقول مظلوم والتقية وخايف وكذا ويجي جعفر بعدين فكيف يسعى جعفر لهذه الإمامة التي ليس فيها إلا الخوف والبلاء وكيف يهنئه الشيعة بها وليس فيها إلا الاضطهاد والقتل وكيف تنسجم هذه التهنئة مع عقيدة الشيعة في الإمامة حيث لم نجد نبيا هنأه أحد بن بوته وكذلك الأئمة السابقين لم يتلقوا تهنئة بالإمامة فشنها يجون أثمان بن سعيد العمري وجماعة يجون هنؤون جعفر بالإمامة ثمانية سؤال الثامن زعم بعض الشيعة أن تركت الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت تعادل خزينة الدولة لذلك طمع فيها أخوه جعفر واقتسمها مع أمه ولكن كيف تسنى للحسن العسكري جمع كل تلك الأموال في فترة الأمر القصيرة الأمر سبعة وعشرين سنة وتوفى ثمانية وعشرين سنة في ظل التقية والرقابة الشديدة ولماذا كان الحسن يجمع الأموال ويأخذها من الشيعة ولماذا لم يورزها ولماذا يورزها من بعده وكيف يحل له ذلك بعدين يطيع الأم بعدين كل الأموال ولماذا لم تسأله الحكومة إذا كانت مشددة عليها وتراقب وتحاسب وتراقب الشيعة يجيبه الأموال لماذا لم تحاسبه لماذا لم تسأله الحكومة عن هذه الأموال وتصادرها منه وهو المتهم المعارض للدولة كما يفترض يعني التي كانت تفاجئه كما يقولون بالهجوم عليه في داره وتفتيشها فنشوفون الأموال الملايين مثلا لماذا كان يسكتون عليها وكيف تسنى للوفود الشيائية أن توصل إليه هذه الأموال في ظل التقية الشديدة والرقاب العباسية وكيف سمحت الدولة بذلك وأين هي الظروف الصعبة المزعومة طبعا هنا أعتقد الأخ يشير إلى مجيء وفد منكم حسب الروائع المعروفة في نفس يوم وفات الإمام العسكري جاي بفلوس ويسأل عن الإمام وقال لهم أنه متوفي الإمام وجعفر طالبهم أن يجيبوا الأموال إليه وابن الإمام العسكري المهدي قاعد بالبيت ودز عليهم وقال لهم تعال يجيبوا فلوس إليه يعني هذا فالشي أنه ما يعني ما في خوف ولا ضغوط ولا إرهاب ولا محاسبة ولا مراقبة كما تقول الروايات المتناقضة طبعا تسعة وكيف يطلب جعفر أخي المؤمن العسكري من المؤتمد العباسي أن يجعل له منزلة أخيه الحسن العسكري ومرتبته ويدفع لأجلها 20 ألف دينار كما يقولون وهل كانت للحسن مرتبة لدى الخليفة يطمح إلى مثلها فهل كان جعفر مجنونا أم كان للحسن العسكري منصب رفيع في دولة الخلافة مو أنه مضطهد وخايف وتقية لا هو كان مثل رمز الدولة الديني صائر وهذا من الإمام الرضا بعدين الجواد الهادي العسكري كلهم كانوا في كنف الخلافة العباسية ما كانوا في خلاف معها عشرة لماذا ينكر جميع أهل البيت الموجودين عن ذاك وجود الولد لفقيدهم الحسن كلهم قال لا ما عنده ولد من أعرف لولد ألي خوفهم عليه فلماذا يلعنهم الولد في توقيعاته المنسوبة إليه ويتبرأ منهم كما دول النواب جابوه التوقيع بإسمه يعني ولماذا يخافون عليه مع أن غيبته إعجازية حيث تتكفل الله بحفظه في غيبته فخليه يعلنون ويقولون هذا عنده ولاد وما راح يصيبه شيء لا الله الله حافظه مثل مثل ما نطول أمر 1200 سنة الله يحفظه بإعجاز مثلا إذا كان الإعجاز له دخل في هذا الموضوع فكان الواجب عليهم على أهل البيت يعني أقرباء الإمام أن يعترفوا بوجوده لإقامة الحج على الناس أن هذا الإمام الذي الله معينه وعليكم أن تسمعوا له وتطيعوا وبعدين يغيب أو يختفي وهذا مصعب 11 في موضوع ولادة المهدي لماذا يكذب الشيعة جعفرا وولده وأهل البيت الذين أنكروا وجوده يقول لا أنتوا كذابين كأتمفون ويصدقون تجار السمن والخل وسراك الأموال كالحسين بالروح الذي سجن خمس سنين أيام مقتدر لسركته مالا جزيلا من الحكومة وما زال الشيعة ينافحون عن مذهبهم بقولهم أهل البيت أدرى بالذي فيه فإذا كان أهل البيت أدرى بالذي فيه فهم كان يقولون الحسن عسكري ما عنده ولد ليش نحن بالقوة نلصق لولد فما الذي حصل في هذه القضية حتى كذبوا أهل البيت والظاهر يشهد بصدقهم والظاهر حجة كما تعرفون وصدقوا خدامهم وقوامهم والظاهر يشهد بكذبهم بكذب هؤلاء والناس مأمرون بالظاهر لا بالباطن ما يسئل نحن نكون باطنيين ناخذ الأمور كلها بالسرية وبالمقلوب يعني بالعكس ولماذا يصدقونهم وهم يروون عن أئمة أهل البيت الحديث الذي صححه الشيخ الطوسي إن خدامنا وقوامنا شرار وخلق الله هذا حديث حتى الشيخ الطوسي يصحه يقول صحيح هذا فإن ذلك الخدام اللي كانوا حول الحسن العسكري ووكلاء اللي دعوا وجود ولد إليه ذلك من الأشرار من الدجالين كيف نصدقهم أحنا السؤال الأخير سؤال رقم 12 كيف يثبت علماء الشيعة اليوم وجود المهدي المنتظر يعني محمد بن حسن العسكري وكيف يثبتون رضاه بنيابتهم عنه أنه والله أنتم نوابي يقبل عليهم وعلى فرض عدم وجود الولد العسكري لحسن العسكري وغيبته هل يحق لعلماء الشيعة اليوم أن يأخذوا الخمس من الشيعة وأن يتصرفوا به شلون هذا بأي دليل يعني محمد علي محمد هذا أسئلة معقولة جدا وشي واحد واقف ونفكر في كل هالرواية التاريخية اللي راح تبني دين راح تبني دين على هالروايات المتناقضة الأخ نفكر في الموضوع وحيران وهذا الحيرة كانت موجودة في القرن الرابع الذي سميه بعصر الحيرة فشوفوا الجواب من المرجع المفترض أنه يجاوب على الأسئلة هذه ماذا يرد عليه ورجعوا موقع موقع السيد علي الميلاني شوفوا السؤال شوفوا الجواب يقول السلام عليكم باسمه تعالى السلام عليكم في مدينة قم مؤسسة اسمها مركز الرسالة طابعا على السيد السستاني طبعا وعملها نشر الكتب الإسلامية وقد أصدرت حتى الآن تحت إشرافنا هو يبدو عليه مشرف على الموضوع هذا أكثر من سبعين عدد يقصد سبعين كتاب يمكن أو شيء من الكتب طبعا وأول الإصدارات كتاب الإمام المهدي وأرجو أن تحصلوا عليه وتقرؤوه فإنه يكفي لكم والله الموفق طبعا أنا استعراضت هذا الكتاب في حلقة سابقة وفعلا هذا الكتاب من أفضل إذا لم يكن أفضل الكتب وأقواها وأشملها وأجمعها في الرد على كتابي طبعا ما يذكر اسمي بس يذكر أنه يجيب أدلة على ولادة ووجوده وأنا أنصحكم بقراءته أنا أحمد الكاتب أنصح كل من يريد أن يطلب وكتاب شو اسمه العالم السبع طني يعني أدفه الكتب حقيقة ما فيه أي شغال سب وشتم ولعن وكذا ما فيه أي بحث ولا أي حوار بس هذا الكتاب الإمام المهدي في الفكر الإسلامي أعتقد اسمه في البداية طبعا بدون اسم بعدين حطوا عليه اسم آخر لذلك أنا قلت هذا الكاتب السستاني قبل عشر سنين ثم وضعوا اسم مؤلف عليه ما أعرف هو اسم حقيقي ولا لا المهم هذا الكتاب أقرأوه وشوفوا كيف يعيد كلامي ولا يردني حقيقة يجيب أدلة قوية تاريخية تقطع على ولادة محمد بن حسن عسكري أن يحتمل على الدليل الفلسفي والدليل الفلسفي يعني افتراضي يعني يقول أنه النبي قال أنها متواترة وأنها مشهورة ومجمعة كل هذا كلام إذا حديث ما تبين لكم صحته حسب الواقع ما اصطدم مع الواقع فهذا حديث ليس صحيح ف لأنه يعني السيد الميلاني ولا غيره من المراجع ما يبحثون في هذه القضايا كثيرا هذا الكاتب بحث في هذا الموضوع وإن تراجعوا وشوفوا هذا الكتاب موجود الكتاب في موقع سيلسستاني وكتاب منشور يمكن ومن أشهر ومن أقوى أنا أقول لكم أقوى كتاب أنا أكثر من مئتين كتاب مئتين وخمسين كتاب أنا شايفهم ومتطلع عليهم كلها حكي تصفيط وحكي كلام في كلام يعني مو كلام علمي هذا كلام يحاول يرتب كل الأدلة وكل الإبراهين وشيء تأبان عليه حقيقة أنا ما أدري هو أو لجنة أو شيء ولكن مع ذلك يخفق في الاستدلال وما أذكركم كلام الشيخ الغزي اللي يقول كل الكتب يعني هي تستند علىها كم حديث سيد كمال حيدري بعدين قال ذلك أنه هذه أحاديث كلها ضعيفة وموضوعة وما يمكن اعتماد عليها فنأمل يعني الأخوة المثقفون العلماء حقيقة من طلاب الحوزة الألمية ومن غيرهم أن يبحثوا هذا الموضوع الذي يشكل حجر الزاوية في العقيدة الاثنى عشرية التي كونت الطائفة الاثنى عشرية وأيضا أعطت الشرعية الدينية لما يسمى بالمرجعية الدينية وأصبحوا المراجع أو يدعون هكذا هم فوق الدستور فوق الشعب هم فوق الانتخابات فوق كل شيء هم يعطوا شرعية لبقية الناس وهذا مصحيح إحنا يجب أن ننظر عليهم كأناس علماء عاديين يخطؤون ويصيبون ونسألهم عن الأدلة عندما نسألهم لا نكتفي فقط في السؤال ويعطينا فتوى واطلع قبر لا أعطينا دليلك وكثيرا ما تصدر فتاوى كما شفتم في استحلال لماء الكفار المسالمين الذين يرفضون الإسلام واستحلال أموالهم ونساءهم وذراريهم واستعبادهم وفتاوى كثيرة يعني مخالف الإسلام مخالف القرآن مخالف العقل مخالف الفطرة ترخيل رضيعة مثلا أو تزويج الصغيرة أو كذا مسائل كثيرة بحاجة إلى يعني ما نعتبر كلامهم وحي منزل يجب أن نناقش نناقش ونبحث ويعني نستفيد من أدهم إذا كان أدهم ألم إذا ما أعدهم ألم ما يعقلنا أن نخضع ألهم وبالتالي حتى نوحد الأمة الإسلامية ونحررها نحرر شعوبنا حتى نكرس وندعم ونبلور ونقوي النظام الديمقراطي علينا أن نعيد النظر في هذا التراث المتراكم بعضه على بعض والذي لا يفقهه كثير من المجتهدين أو من أدعياء الاجتهاد الذين لم يجتهدوا في هذا الموضوع أدنى مرحاجة مجتهدين بالصلاة والصوم والطهارة والنجاسة ولكنهم لم يجتهدوا ولم يبحثوا ولم يتوقفوا في موضوع وجود الإمام الثاني عشر وهذه مثلها كما يقولون عقائدية لا يجوز فيها تقليد على كل إنسان أن يبحث فيها ويفكر ويقرأ الكتب المختلفة لا تقرأوا كتابي فقط اقرأوا كل الكتب المضادلية أولا اقرأوا مئة كتاب بعدين تعالوا اقرأوا كتابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته